بدلاً مسألة استرداد الأموال يعني ممكن كثير من الدول العالم قد ما كانت بمراحل يعني انتقالية مثل ما حصل بالعراق تمر بهذه الأزمة الكبيرة جداً وهناك تجارب كبيرة ممكن يعني نستعرضها في مسألة استرداد الأموال وكيفية التعامل مع هذه المسألة لكن أساس هذا الموقف أنه يكون هناك موقف سياسي وحكومي موحد تجاه هذا الموضوع هذا من جانب الجانب الآخر كيفية استحصال الدعم الدولي في عملية أنه ممكن التعاون القانوني في استرداد الأموال لأنه هذه الأموال الآن ممكن تكون عبر أصول أو ممكن أموال بحسابات مصرفية أو بنقية بكثير من دول العالم ومنها ببنوق بمعنى أنه لا توجد سيطرة دولية عليها فبالتالي الحاجة لتعاون دولي كبير جداً قانوني سيكون واحدة من الأسس في إنجاح هذه العملية ناهيك عن مسألة أنه ممكن الحزم والجدية في عملية التعامل مع هذه المسألة الساحة السياسية للأسف لا زالت نوعاً ما مضطربة بكثير من مفاصلها فبالتالي هذا الموضوع مو جديد كان هناك قانون عملياً عام 2019 في مسألة إنشاء صندوق استرداد الأموال بعض الفقرات في هذا القانون الذي يطرح الآن من رئاسة جمهورية ممكن تكون جديدة لكن أيضاً تفتقد إلى الآلية في كيفية استرداد الأموال استرداد الأموال ليست قانون فقط حقيقةً يعني ممكن نأخذ تجربة نيجيريا نيجيريا استردت أموالها تقريباً في عام 2007 من سويسرا بمحادثات واتفاق بعد ما صار ثورة في نيجيريا واستردت كثير من أموالها في أكثر من 11 بنك في سويسرا لأموال النظام السابق حينها فبالتالي هي الآلية والجدية اللي ممكن يتحسسها الطرف الآخر اللي هو الدولي